نتابع وقامت المفارز المدرعة والميكانيكية بمهاجمة واختراق دفاعات العدو المجهزة وتدميرها بمعاونة طائرات الهليكوبتر المسلح وعناصر المغذوفات المواجهة المضادة للدبابات لفصل احتياطات المعادية والتصدي لهجمات العدو المضادة وحرمانه من استعادة اوضاعه الدفاعية وتطوير الهجوم لاحتلال خط حيوي في عمق دفاعات العدو وتأمينه والتعزيز عليه واستعادة الكفاءة القتالية للقوات للعمل كاحتياط اسلحة مشتركة للمستوى الاعلى واستكمال تنفيذ باقي المهام وظهر خلال المرحلة مدى الدقة في التعامل مع الاهداف الميدانية واصابتها من الثبات والحركة وما وصلت الى العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وقدرة على استخدام الاسلحة والمعدات وتنفيذ اعمال التجهيز الهندسي بما يلائم طبيعة الارض وتنفيذ المهام المخططة والطريقة باستخدام احدث وسائل السيطرة والتعاون وفي نهاية المرحلة ناقش المشير تنطاوي عددا من القادة والضباط المشاركين بالتدريب في اسلوب تنفيذهم لمهمهم وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة اثناء ادارة العمليات واشاد سيادته بالاداء المتميز للمشاركين في المشروع واكد المشير تنطاوي ان القوات المسلحة وشعب مصر العظيم كيان واحد وانا ستظل تعمل على الوفاء بالمهمة المقدسة التي القيت على عاطقها في الحفاظ على الوطن وحماية امنه القومي ومكتسبات شعبه العظيم وان القوات المسلحة تقف على مسافة متساوية من جميع الاطراف ولا تدعم اي من مرشح الرئاسة وان الشعب المصري يقدر لرجال القوات المسلحة دورهم واداءهم لمهمهم الوطنية خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر وتسليم البلاد الى سلطة مدنية منتخبة تعبر عن ارادة الشعب وان القوات المسلحة ستظل على موقفها بروح معنوية عالية اشتركوا في القناة